سهلاً وثهلاً بظهور متفتحة تلامدة مستوى ثالث إعدادي ما زلنا في الوحدة الخامسة المجال السكاني نص قرائي تحت عنوان المجال الأخضر لنبدأ على بركة الله نقرأ فقرة من فقرات هذا النص لنصحح قراءة توجيهية وقراءة تحليلية المجال الأخضر تمثل الطبيعة الماء الخضرة الجبال في البيئة الحادرية العمرانية الروح النابضة للحياة ولا يمكن تصور الحياة من دون طبيعة أو أشجار أو هواء نقي وضوء شمس وكلما قوية عناصر الطبيعة في المناطق العمرانية وكانت المسيطرة كلما تحقق مستوى عالم البيئة الصحية داخل هذه المدن أو المناطق ويمكن إيجاد الفوائد المتعددة للحضائق والمسطحات الخضراء فيما يليه الفوائد الصحية والبيولوجية للمسطحات الخضراء وأثر طيب على صحة الإنسان لذا فقد سميت الخضرة الصحية وهذا يرجع إلى العملية البيولوجية التي يقوم بها النبات الناتجة عن عملية التمثيل الضوئي حيث يحتاج النبات في هذه العملية إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن مخلفات الإنسان والحيوان وينتج الأكسجين النقية اللازمة لتنفس الإنسان والكائنات الحية الأخرى وللتشجير والمسطحات الخضراء دور مهم في المناطق الصناعية المتخامة للمناطق السكنية حيث يجري فصل المناطق الصناعية عن باقي جسم المدينة وترك حرم للمناطق السكنية مع وضع مسطحات خضراء أحزمة واقية وفاصلة وللنباتات فعالية كبيرة في تقليل الزوضاء ويتوقف ذلك على عدة عوامل منها ما يتعلق بالنباتات من حيث النوع والارتفاع والكتافة ومكان زراعتها وقد وجد أن المنطقة المزروعة على جنب الشوارع تعمل على امتصاف وتشتيت الزوضاء الفوائد المناخية للمناطق الخضراء والنباتات تأثير مباشر في الحماية من عوامل المناخ وتلطيف الجو خاصة في المناطق الحارة حيث لها قدرة على امتصاص الحرارة وعدم إشعاعها مرة أخرى كما أن للأشجار والنبات تأثير مضاد في تقليل سرعة التيارات الهوائية غير المرغوب فيها والأواصف الترابية حيث تستعمل مصدات للرياح وبتشكلات وبنوعيات خاصة توزع في صفوف متقاربة في الجهات المعرضة لثيارات الرياح الشديدة كما تساعد المناطق الخضراء على تخفيف حدة الجفاف في المناطق الجافة والصحراوية الفوائد الجمالية والاجتماعية إن وجود الحدائق بالمساكن والمباني الخاصة أو وجود المناطق الخضراء بالمدن اتجاه حداري وجمالي نبه إليه القرآن الكريم في العديد من آياته حيث يقول سبحانه وتعالى آمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بحضائق دات بهجة ما كان لهم أن تنبتوا شجرها إلا مع الله بل هم قوم يعدلون الآية الستون سورة النمل من هذا المنطلق يجب أن لا ينظر إلى محاولات إنبات الحدائق على أنها رفاهية فوظائفها الاجتماعية كثيرة منها العمل على إيجاد تقارب بين الناس والتقائهم بعضهم مع البعض العمارة الإسلامية والبيئة كتاب عالم المعرفة تحليل النص القرائي مصدر النص مقتطف من مجلة كتاب عالم المعرفة نوعية النص النص عبارة عن مقالة حجاجية ذات بعد سكاني قراءة توجيهية ملاحظة العنوان تركيبياً العنوان عبارة عن كلمتين تكونان فيما بينهما مركباً وصياً وهو مبتدأ لخبر محدوف تقديره مفيد دلالياً أن العنوان يعبر عن مجال أخضت دليل استمرار على أن هناك مجال مفتوح للمجالات الطبيعية الأخرى غابات أو زراعات يقوم بها الإنسان ملاحظة الصورة تجسد الصورة حضائق من نخيل لمدينة مراكش التي بنيت في عهد مؤسسها الأول يوسف المتاشفين وقد تغدت بالماء الذي يشرب إليها بما عرف لديهم بالخطارات فرضية النص نفترض أن النص سيناقص فوائد المجال الأخضر على الصحة والبيئة فهم النص الإضاح اللغوي حرام أو حرم ما لا يجوز انتهاكه وما يحرم عفوا حرم يعني من المحرمات ما لا يجوز انتهاكه وما يحميه الإنسان ويدافع عنه مصدات حواجز البخر وهو عملية تقوم بهالنباتات في أول الصباح الفكرة العامة للنص إبراز الكاتب لأهمية المجال الأخضر في المدن وفوائده الصحية على الإنسان خاصة والكائنات الحية عامة الأفكار الجزئية إبراز الكاتب لدر مكونات الطبيعة في توفير بيئة الصحية وسط المدن دور المسطحات الخضراء في تنقية الهواء من التلوث وتقليل الضوضاء تلعب المناطق الخضراء دورا أهم في تلطيف الجو وتقليل سرعة الرياح والحد من الجفا قراءة تحليلية تضمن النص مجموعة من الحقول الدلالية تتعلق بالبيولوجيا والمناخ وما هو جمالي الفات تدل على البيولوجيا البيولوجيا التمثيل الضوئي امتصاص الضوضاء الرطوبة النسبية الحيوان النباث الإنسان ثاني أكسيد الكاربون الأكسجين الفات تدل على المناخ تلطيف الجو المناخ المناطق الحارة الطيارات الهوائية الرياح الجفاف العواصف الترابية معجم جمالي حضائق ذات بهجة رفاهية ما هو جمالي البنية الحجاجية للنص الأطروحة المرفوضة المجال الأخضر للجمال فقط الحجج عملية تمثيل الضوئي تنقيذ الهواء تلطيف الجو خفض الحرارة وقاية من الأمراض التقليل من الضجيج الحد من سرعة الرياح الأطروحة البديلة المجال الأخضر وسيلة ناجعة لضمان صحة كل العناصر الطبيعة يعني كل ما يمكن أن ينبض بالحياة ابتداء من المناخ النباث الإنسان ونهاية إلى أن المجال الأخضر يفتح النفس على الآخرين لخلق التواصل الإجتماعي قيمة النص للنص قيمة بيئية وجمالية لهذا يجب المحافظة على المجال الأخضر والعناية به التركيب أوضح لنا الكاتب دور عناصر الطبيعة في توفير بيئة فحية للإنسان داخل المدن عكس ما يظنه البعض أن المسطحات الخضراء تعيق عمليات تعيق عمليات التطور السكاني بل إن المناطق الخضراء بالإضافة إلى جمالها ورونقها فهي تساهم في الحفاظ على نقاء الهواء وسلامة من السمو التي تؤثر على صحة الكائنات الحية أولها الإنسان وفصل المناطق السكنية عن المناطق الصناعية بالإضافة إلى تغذية الروح بالهدوء وراحة البال فيتقلل من تلوث الضجيج أو التلوث الضجيجي وتريح الأعصاب إن الرؤية إلى البساط الأخضر يزد من صحة الإنسان ويخفف عنه ضغوطات الحياة ويساعد على استنشاق الهواء النقي وينظف الجسم من السموم والأمراض إنه شفاء نسبي لبعض الأمراض لذلك ونظرا لكل هذه الفوائد فمن صالح الإنسان أن يحافظ على هذه المساحات الخضراء ويساهم في زيادة مساحاتها ضمانا للعيش السليم في بيئة سليمة من التلوثات إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في حسة أخرى وشكرا ترجمة نانسي قنقر